السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بزن الله النهاردة هيكون موجود معنا فرصة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح له احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل شيء منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة. طبعا بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والصفر الى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة اتعامل بكل سهولة. بالاضافة كمان وفرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا وهي كانت فرصة التطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف وتم اعلان الفائزين في هذه الفرصة وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالاضافة كمان وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباه شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت نتسبسكرايب وتضغط على الجرس صوير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب انا وكمان جماعة رابط جروبتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي نتكلم عليها النهاردة هتلاو موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة. هي فرصة تدريب في امريكا ممولة بالكامل. الفرصة اللي معنا النهاردة يا فرصة ممتازة جدا. الدولة المقدمة لهذه الفرصة او اللي هيكون فيها التدريب هي دولة امريكا هيكون في مدينة واشنطن. تمام كده? طيب مين الجهة المنحة? ومين المؤسسة اللي هتمول هذا التدريب? المؤسسة هي اسمها تمام? لسنة الفين واحد وعشرين. فده اسم المنحة او اسم المنظمة اللي هو اسم المنظمة اللي هتمول هذا التدريب. طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم جميع الدول المتاحة للتقديم. سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم للفرصة دي بدون وجود اي مشكلة خلص. تمام كده? طيب مدة التدريب ده هتكون قدية. مدة التدريب ده من شهر حتى تلات شهور بحد اقصى. تمام كده? طيب عشان يكون الموضوع واضح يا جمعة. التدريب ده بيفتح مرتين في السنة. تمام? مرة للفصل الشتوي ومرة للفصل الصيف. وانت بتقضي التدريب ده اه في يعني المدة اللي انت عايزها شخص مسلا عايز يقعد شهر هو المينموم انك تقعد شهر. تمام? فممكن شخص عايز يقعد شهر شخص عايز يقعد شهرين تلات شهور مسموح بي. فانت بتحدد مدة الاقامة او مدة التدريب اللي انت عايز اه تقضيها. تمام? طيب بالنسبة بقى للتمويل في هذه الفرصة. عندنا التمويل صراحة ممتاز جدا. التمويل اول حاجة ان هيكون فيه تذاكر الطيران مجانا من بلدك الى امريكا وكمان هيوفرها لك من الدرجة السياحية. يعني تذاكر الطيران زهاب وعودة هتكون على حساب الفرصة او المنحة انت مش هتدفع لها اي تكاليف خالص. ده بالنسبة لتذاكر الطيران. من الدولة اللي انتهى هتا هتطلع منها الى امريكا. طيب. تاني حاجة كمان ان هيكون فيه راتب شهري. على كل ساعة اتعامل مع المنظمة المنحة. المنظمة هنا مش بتحسب الراتب الشهري يعني اه اه بالشهر تحديدا لا. هم بيحسبوا مسلا انت اشتغلت مسلا او اتدربت النهاردة خمس ساعات. على كل ساعة من دول بيتم تحديد مسلا راتب معين. او اه مسلا نقول زي للساعة دي. تمام? او للساعة دي. فالفلوس اللي انت بتاخدها والمال اللي انت بتاخده بتاخده على حسب عدد ساعات العمل اللي انت اشتغلتها في اليوم. وهزه او هذا المبلغ تمام? بيكون كافي ليك. يعني انت مسلا بتاخد ممكن في اليوم تقريبا نقول مسلا تقريبا بتاخد فليكن اه خمسين دولار مسلا. خمسين دولار دي اكيد هتكفيك مسلا لو انت محتاج الاكل اه اه مسلا قاعد في هستل تمام? يعني هما ممكن كمان يساعدوك في السكن. ولكن اه بالنسبة لبقى الاشياء اه الاكل واي مصاريف شخصية اخرى انت بتتفحها من الراتب اللي انت هتاخده هنا. تمام كده? عشان يكون الموضوع واضح. طيب كمان هيكون في رحلات تنزه داخل مدينة التدريب في امريكا طبعا بقى يعني اه اشياء الترفيهية انك يعني هتطلع برة تشوف المدينة نفسها اه ممكن كمان يكون في تنزه في مدن اخرى تمام? يعني زي رحلات كده اه مصغرة هيتم عملها ليك لاستكشاف الدولة والمدينة. تمام? طيب هيكون فيه كمان المساعدة في التأشيرة عن طريق توفير خطاب قبول لتسهيل السفر. المنحة دي بتوفر لك خطاب قبول. خطاب القبول ده هيكون مكتوب فيه كل التفاصيل. انها بتوفر تذكر الطيران وردت بشاري. فانت لما بتروح للسفارة مش بيطلبها منك حساب بنكي. ما بيكونش الامور معقدة خالص. لان معاك خطاب قبول بالفعل من مؤسسة هناك. فده بيسهل لك اجراءات الحصول على التأشيرة او فيزة دخول امريكا. تمام كده? طيب. ده بالنسبة للتمويل اللي بتقدمه الفرصة. طيب. التخصصات المتاحة للتدريب. التدريب ده هيكون فيه تخصصات عديدة. اهم التخصصات اللي هيتم التركيز عليها هي الاقتصاد المالية التنمية البشرية الهندسة آآ دعم الشركات التكنولوجيا. يعني يعتبر هم شاملين حوالي تسعين في المية من التخصصات الموجودة آآ تمام يعني في العالم. اي تخصص يعتبر بالنسبة تسعين في المية من التخصصات مشمولة. تمام? فانت بتشوف التخصص اللي انت عايز تعمل التدريب فيه حتى لو انت مسلا درست حاجة اخرى. يعني مسلا فليكن انت درست مسلا صيدلة. بس انت حابب انك تاخد تدريب مسلا في المحاسبة او حابب تاخد تدريب في التكنولوجيا. فده الامر بيرجع ليك هنا انك حابب انك تاخد تدريب في هذا المجال. فممكن تنضم لهذا المجال برضو ما فيش مشكلة. بدي المجالات المتاحة للتدريب. طيب هنا عندنا ملاحظات. ركز با معايا في الملاحظة دي عشان دي اهم واحدة ودي اللي هتفرق في هذه الفرصة. هذه الفرصة متاحة فقط للطلاب الذين يدرسون حاليا في درجة الماجستير او الدكتورات. يعني ايه الكلام ده? يعني حضرتك دلوقتي لو انت لسه مخلص سنوية عامة او مخلص لو انت بتدرس تمام? انت غير متاح لك التادي. طيب انت مخلص يعني مسلا ايه? انت مخلص دراسة وحاليا بتعمل. لا. غير متاح لك التاديم برضو. الناس اللي متاح لها التاديم هي فقط الناس اللي بتدرس حاليا الماجستير او الدكتورات. انت لازم حاليا تكون بتدرس في جامعة موجودة بلدك درجة الماجستير او الدكتورات. ده شرطهم. مش اي واحد بيقدم. لا. لازم تكون حاليا بتدرس وركز في النقطة دي. تمام? يا بتدرس يا ماجستير يا دكتورات. حاجة من الاتنين دول وتكون مقيد فيها في اي سنة مش مشكلة. ولكن تكون مقيد في احد هذين المرحلتين. تمام? طيب. اه هذه الفرصة ليس بيها حد اقصر للعمر. يعني اه الفرصة دي مش مطلوب فيها ماكسموم للعمر. اه جماعة الاعمار متاحة للتاديم. كمان الفرصة دي لا تحتاج شهادة لغة انجليزية عند التاديم. مش محتاجين منك لا اي شهادة لغة. مش مطلوب منك شارة لغة. اه عند التاديم او حتى بعد القبول مش مطلوبة منك كمان. تمام كده? طيب. كمان هذه المنحة ايضا ترحب بالاشخاص الذين يعرفون اللغة العربية او الفرنسية. تمام? هما كدبين كده على الموقع الرسمي ازا كنت انت بتعرف لغات تانية بجانب اللغة الانجليزية. اه اه زي اللغة العربية او اللغة الفرنسية. ده بيديك ميزة اقوى. تمام? بيساعدك على قبول بشكل اقوى. طيب. اه ايه هي الاوراق المطلوبة للتاديم في هذه الفرصة? عندنا اول حاجة لازم تملأ التاديم بشكل جيد. تاني حاجة او خطاب التحفيز. تمام? تالت حاجة لازم تيجيب شهادة او كشف درجات. يعني تجيب مثلا فليكن انت في السنة التانية للماجستير. تمام؟ يباد يجيب كشف درجات للسنة الاولى او شهادة السنة الاولى بالمواد اللي انت تدرستها بتثبت انك حاليا بتدرس مالجماع او عدة المرة السنة الاولى من الجماع يعني المهم لازم يكون معاك شهادة او اي اسبات انك حاليا بتدرس دراجة الماجستير والدكتوراه في اي جامعة او مؤسسة في اي دولة حول العالم. تمام كده? طيب. اخر موعد للتقديم في هذه الفرصة هو واحد وتلاتين اكتوبر الفين وعشرين. ده اخر موعد للتقديم للفرصة دي. يعني فاضل اه حوالي ستة وعشرين يوم وانتهي التقديم لهذه الفرصة. تمام? طيب هنا عمدنا ملاحظة طبعا ما تنسوش ان احنا قناتنا قناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات كتيرة جدا. من اهم هذه الخدمات اول حاجة خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزة. يعني لو عايز تقدم ان خلالنا على هذه المنحة متاح. تاني خدمة هي خدمة تجهيزة الاوراق بشكل احترافي. بتجهز لك الاوراق بشكل عام تقدر تستخدمها في التقديم بنفسك لاي منحة. وطبعا لو عايز اي خدمة من هذه الخدمات هتلاقي رابط استمرت كل خدمة موجود في صندوق الوصف اسفل. الفيديو تكون بملء هذا الرابط او الاستمارة. تمام? واحنا بازن الله هنتواصل معك في اقرى وقت. ويتم ترتيب كل شيء ليك والتقديم ليك او تجهيز الخدمة اللي انت محتاجها. طيب. هنا هتلاقي انا هتطلقوا الاعلان الرسمي للمنحة وهنا التقديم للمنحة. تعالى كده نبص على الاعلان الرسمي للمنحة. تمام? الاعلان الرسمي للمنحة هو ده هيفتح معانا بالشكل ده. هتيجي تضغط على الجزئية دي اللي هي الاعلان الرسمي عشان يفتح معك. ده الموقع الرسمي ليه المؤسسة? تمام? اللي هو آآ تمام? هتلاقي كل التفاصيل الموجودة هنا ان اخر معوض للتقديم واحدة تلاتين اكتوبر. هتلاقي التفاصيل آآ اللي هم بيتكلموا عليها الحاجات اللي هيوفروها بيقول لك هيوفر لك راتب يومي آآ راتب لكل ساعة عمل هيكون في تزاكر طيران. تمام? آآ كل الاشياء دي آآ هيتم توفرها لك. تمام كده? طيب. هنا مطلوب الحاجات الاوراق المطلوبة منك انك تحطها كل التفاصيل دي آآ انا قريدي شرحتها هنا في المقال. تمام? وضحتها لكم بشكل آآ اوضح وباللغة العربية كمان. طيب. تعال دلوقتي نروح لابليكيشن التقديم ونشوف ابليكيشن التقديم المفروض بيزهر ازاي. تمام? طيب. آآ بالنسبة ده للموقع الرسمي. ده ابليكيشن التقديم. تمام? ابليكيشن التقديم لما انت تيجي تضغط على كلمة تقدم الان هيفتح معاك بالشكل ده. فاول حاجة انت كمستخدم جديد للموقع. ما عندكش لا ايميل ولا باسورد على موقع المنحة. طيب. هتروح تعمل ايه? حضرتك لازم تعمل الاول على الموقع بتاع المنحة. هتلاقي حاجة اسمها هنا صين اب. فبتروح بتضغط عليها عشان تعمل اكاونت جديد على موقع المنحة. تمام? صين اب دي لازم تعملها في الاول. وهنا الموقع بيكون آآ تقيل شوية. يعني تصبر على الموقع شوية اثناء التحميل. تمام? وفي الجزية السين اب دي هيطلب منك يعني اشياء بسيطة. زي الايميل بتاعك آآ اسمك يعني كود هيوصلك تمام? زي ما هنشوف دلوقتي. زي ما يفتح معانا هنا. طيب هنا ده هيظهر بالشكل كده. لازم تحط الايميل بتاعك آآ هنا الايميل الرسمي بتاعك. وتضغط على سنت فيريفيكيشن كود هيوصلك كود على الايميل تحط الكود ده برضو. وتعمل كريات باسورد. وتعمل تحط الاسم بتاعك اسم العائلة وبعدين تضغط على كلمة كريات اكاون. تمام? بعد لما انت بتضغط عليها بترجع بقى لكلمة سين اب اللي كانت موجودة في الاول. تمام? اللي احنا شوف اللي سين ان اللي احنا شفناها في الاول. وبتكتب الايميل بتاعك وبتكتب الباسورد بعد كده بتخش للابليكيشن. تمام كده الموضوع واضح? طيب. دلوقتي لما بتكتب الايميل بتاعك والباسورد اللي هو بتحطهم هنا. بعد كده بيفتح معاك الابليكيشن بهذا الشكل. الابليكيشن يفتح معاك بالشكل ده. ده الابليكيشن هتلاقي فيه مطلوب منك خمس خانات تم لاهم او خمس خمسة تم لاهم. تمام? فاول هنا مطلوب تكمل بقى بياناتك بشكل صحيح اللي هو اسم العائلة. تحط اسم الشارع بتاعك. تحط المدينة اللي انت قاعد فيها حاليا. الدولة الجنسية بتاعتك. تاريخ ميلادك. رقم الهاتف كل هذي الأشياء. تمام? بعدين بتخش على المرحلة التانية اللي هنا في المرحلة دي بقى انت بتحط بتاعت تمام? بتعمله بشكل كويس بشكل منصق. بتحط خطاب التحفيز هنا. وبعد كده بتخش على الخانة التالتة. وفي الخانة دي انت بتتكلم عن خلفية تعليمية بتاعتك. في الجزئية دي انت بتوضح انت بتدرس اي مرحلة دراسية مصدر ولا دكتوراه. بتحط اثبات انك بتدرس في احد المرحلتين حاليا في يعني اي مرحلة منه. وهنا بتحط المرحلة الدراسية السابقة تمام? بتكتب انت درست ايه سابقا? قبل لو انت حاليا بتدرس ماجستير قبل الدكتوراه لو انت حاليا بتدرس دكتوراه. تمام كده? وبتخش بعدها على الخانة الرابعة تمام? في الخانة دي لو انت عندك خبرة عملية لو انت عند خبرة في العمل اشتغلت قبل كده فعمل تطوعية عمل مدفوع اجر او غير مدفوع الاجر بتحطها. لو ما عندكش اي خبرات عملية بتسيب الجزائي دي فاضي عادي. تمام? مش بتأثر قوي على الابليكيشن. وهنا بتختار الحاجة اللي انت عايز تنضم ليها انواع المجال اللي انت عايز تاخد فيه التدريب. ليك الحقيقة في ثلاث اختيارات. تمام كده? طيب. وهنا بتختار اللغات اللي انت بتعرفها. لو بتعرف لغات اضافية بتحطها. لو ما بتعرفش خلاص. بتسيب الجزائي دي فاضي. بعد كده بتخش على الخانة الخامسة. في الخانة دي بقى هي خلاص اخر الخانة خالص. اللي هو بيوضح لك ان خلاص يعني كل الابليكيشن انت ماليته. وبتيجي بتضغط على كلمة وبعد لما بتضغط عليها يبقى انت كده قدمت للمنحة بنجاح. تمام? يبقى التقديم بهزا الشكل لازم تهتم بالاشياء المطلوبة فيه من من خطاب تحفيزي. تهتم برضو بالخطاب التحفيزي لازم تكتب بشكل كويس. كل هذه الاشياء تعملها بشكل ممتاز. تمام كده? طيب. يعني كده شرحت لكم المنحة وهي منحة آآ ممتازة جدا ممولة بالكامل من راتب بنت زاكر طيران من مساعدة في تأشيرة رحلات تنزه. كل هذه الاشياء مغفرة على حساب المنحة. وآخر موعد هو واحد وتلاتين اكتوبر. فلو حابين تقدموا ياريت قبل الموعد وتجهزوا كل الاشياء المطلوبة لهذه الفرصة. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والابول لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.